السلام عليكم شيخنا علي من السعودية شيخنا يسأل عن استمع الله لمن حمد هذا الذكر في الصلاة يقول حكم قوله بالنسبة للإمام والمأموم والمفرد للمنفرد وللإمام هو من واجبات الصلاة للإمام وللمنفرد من واجبات الصلاة والمأموم ربنا ولك الحمد المأموم يقول خلف الإمام ربنا ولك الحمد وربنا ولك الحمد يقولها الإمام والمأموم المفرد نعم وربنا ولك الحمد الإمام والمأموم المفرد وعجب من واجبات الصلاة نعم جميعا بس شي اخرى يمكننا المراحضة على بعض الأئمة هو أيضا المأمومين يقول أو المفردين عفوا يقول سمع الله لمن حمده بعد أن يستقيم يعني جزء منها بعد أن يستتم مواقفا سواء التسميع أو التكبير تكبيرات الانتقال منذ البداية في الحركة بداية الانتقال يبدأ الإنسان يكبر ويسمع نعم أحسن الله لكم شيخنا الكريم هذه المسألة طرحت على الشيخ بنثيمين والفترة الماضية دار حولها نقاش في التواصل الاجتماعي وبعضهم أوصل المسألة إلى بطلان الصلاة إذا كبر عند القيام قام من الركعة الثانية إلى الثالثة أو من أي ركعة فتحرك ولم يكبر إلا عندما استتم قائما تكلم بنثيمين رحمه الله تعالى في هذه المسألة وقال بأن تكبيرات الانتقال لابد أن تبدأ مع هالحركة عند التحرك ثم قال ولا نجر على إبطال الصلاة ولا نجر على إبطال صلاة من فعل هذا نعم الله سكوم شيخنا الكريم